موسيقى الرابع صباحنا الثانية بتوقيت جرانتش موجز اخباري جديد يأتي حضرتكم من القاهرة اهلا بكم اكدت مصر عزمها مواصلة دعم جهود الدول الافريقية الشقيقة في مكافحة الارهاب والتطرف وخلال المشاركة في الاجتماع الوزرية الذي عقده مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي حول التهديدات الارهابية التي تتعرض لها دول القارة الافريقية قال السافير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الافريقية ان رؤية مصر تستند الى تبني مقاربة شاملة للتعامل مع الارهاب ومسبباته كما اعرب عن ضرورة تكثيف جهود رامية الى تفعيل الوحدة المتخصصة المعنية بمكافحة الارهاب في اطار القوى الافريقية الجاهزة وافقا للمبادرة التي اطلقها الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة الافريقية والتي عقدت في فبراير الفين وعشرين اعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج سبعمائة وثلاثة عشر متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع اجمالية المتعافين من الفيروس الى اكثر من مائتين واثنين وسبعين الفا واشرت الوزارة الى تسجيل ثمانمائة وخمس وثمانين حالة ايجابية جديدة بفيروس كورونا واربع واربعين حالة وفا دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى جلسة للجان المشتركة بمجلس النواب الثلاثاء المقبلة لدراسة رد قانون الانتخابات وكان البرلمان اللبناني اقره بتصويت اغلبية اعضائه يوم الثلاثاء الماضي على تعديلات القانون ووقع عليه بري ورئيس الوزراء ناجيب مقاتي الا ان عون رفضها حتى لا تدخل التعديلات التي تم اجراؤها على قانون حيز التنفيذ قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اعادة العد والفرز اليدوي للدوائر الانتخابية المطعوم بها وذكر بيان للمفوضية ان مجلس المفوضين قرر الموافقة على اعادة العد والفرز اليدوي لبعض الدوائر الانتخابية المطعوم بها بناء على طعن احد المرشحين في محافظة كاركوك كونه جاء مدعوما بالادلة وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال اجراءات العد والفرز اليدوي قال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان المنظمة الدولية تعلقت جميع الرحلات الجوية الى مدينة مقل عاصمة اقليم تجري في شمال اثيوبيا بعد ان اضطرت طائرة تقل احد عشر راكبا لالغاء الهبوط في مطار المدينة واضف دوجاريك ان رحلة للخدمات الجوية الانسانية التابعة للامم المتحدة من اديسابابا حصلت على تصريح بالهبوط من السلطات الاتحادية لكنها تلقت تعليمات بعدم الهبوط من برج مراقبة مطار مقلي اعربت المستشارة الالمانية انجلا ميركل عن قلقيها على مستقبل الاتحاد الاوروبي وهي تستعد للرحيل عن الساحة السياسية وخلال اخر قمة اوروبية تشارك فيها في بروكسل تحدثت ميركل عن مشكلات وصفتها بانها كبرى يواجهها الاتحاد ومنها دولة القانون والهجرة والاقتصاد وقالت ان الاتحاد الاوروبي تخطى الكثير من الازمات لكنه امام سلسلة من المشكلات التي لم تلقى حلا بعد قال البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي ايمانويل مكرو بحث لتعاون في مجال الامن بمنطقة السحل الافريقي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ اضافة الى جهود تعزيز الدفاع الاوروبي ويعتزم بايدن وماكرو عقد اجتماعا هذا الشهر على هامش قمة مجموعة العشرين في روما لمواصلة المبحثات مما يظهر استمرار الجهود لاصلاح العلاقات بين البلدين بعد ان الغت استراليا عقدا لشراء غواصات فرنسية لصالح اتفاق مع واشنطن ولندن للشهر الماضي للمزيد من الاخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب كنت معكم انا سارة عبدالله شكرا على طيبة المتابعة إلى اللقاء